أكدت مصادر بوزارة الخارجية الموريتانية للمرابطون أن أفراد الجارية الموريتانية وعددهم تجاوز مئة شخص نقلوا فجر اليوم في موكب مؤمل إلى ميناء بورت سودان تمهيدا لنقلهم على متن سفينة سعودية إلى مدينة جدى بالمملكة كما أعلنت عدة دول عن البدء في إجلاء رعايها من سودان تزامنا مع دخول عمليات الاقتتال الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سبوعها الثاني وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية نفذت مهمة لإجلاء موالف سفر الأمريكي من الخرطوم داعيا لوضع حد للاختتال بين الجيش وقوات الدعم السريع من جانبها قالت الخارجية الفرنسية أن فرنسا بدأت عملية إجلاء سريع لمواطنها ولطاقمها ديبلوماسي من سودان مضيفة أن العملية ستشمل كذلك مواطنين أوروبيين وآخرين من دول شريكة وصفتها بالحليفة